أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة ترشيد استخدام المياغ المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياغ المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الرئي الحديثة والحفاظ عليها دون هدرة جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمحة وافتتاح مصنع البطاطس بشرق العوينات محتاجين نتأكد أن أولاً بالنسبة لشرق العوينات أن احنا المخزون المياغ الجوفي اللي احنا بنستخدمه في الرئي هنا سواء للمنطقة المنزارة عليكم أو للمستثمرين دي بيتم التعامل معها تبقاً للمعايير اللي يتحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة أنا بتكلم هنا على استخدام المياغ بشكل رشيد جداً جداً دون هدر في الزراعة فأنا عارف أن وزارة الرئيس بيتابعة ده دكتور مصطفى وعايز أتطمن منك ووزير الرئيس على أن احنا استخدامنا للمياه هنا سواء للمسؤولين في الشركة دي أو لرجال الأعمال اللي شغالين في منطقة شرق العوينات دي واحد نفس الكلام بينطبق على منطقة توشكا إحنا المحطة المية اللي معمولة هناك من سنة 86 دي معمولة عشان تطلع حجم معين من المية إحنا محتاجين إن إحنا هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة وبالتالي نظم الرئي الحديثة اللي إحنا بنتكلم عليها في كل الزراعات اللي إحنا بنتكلم سواء كان ده للقطاع الخاص اللي شغال أو ليكم يبقى بيتم العمل بيها